تحايا كبرى لكم جميعا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج رئيس التحرير في هذه الحلقة سأتناول موضوع من تلك المواضيع التي يقال بأنها قتلت بحثا وحديثا ولكن في رأيي بأنه إلى الآن لم يتم التطرق لهذا الموضوع أو تحليل هذا الأمر بالكيفية التي فعلا تبين أين يوجد الخلق هذا الموضوع الذي سأتطرق عليه أعتقد بأنه يهم الجسم الصحفي بالكامل وهي مسألة الصحافة الورقية هناك من يعتقد بأنها الآن تحتضر هناك من يعتقد بأنها تندثر هناك من يعتقد بأنه الآن عالم آخر وصحافة أخرى وبالتالي لم يعد مبرر لهذه الصحافة على أي حال سأبين ذلك بحديث بمعطيات بأشياء حقيقية بأن كل ما يقال ليس مطابقا للواقع لأن عندما نتحدث عن اندسار أو احتضار يجب أن نرى ما هو المشهد في العالم ككل وليس فقط الأمر في اقتصر على المغرب في هذا الصدد أود أن أقول التالي سواء تعلق الأمر بأوروبا نعم صحيح في بعض الدول تعاني الصحافة الورقية أو عانت الصحافة الورقية وفي الولايات المتحدة الأمريكية لماذا ترتفع مبيعات الصحافة الورقية في أمريكا وفي بعض الدول العربية وفي الوقت نفسه نتحدث عن تراجع أو احتضار أو اندثار لهذه الصحافة بكل موضوعية الإشكال ليس في القراءة أو قراءة الصحافة الإشكال الأساسي في المحتوى الكونتينت محتوى هذه الصحافة إذا كان الأمر في الدول المتقدمة الصحافة باتت تعتمد على الصحافة الاستقصائية وهذا نوع من أنواع الصحافة الراقي جدا الذي يقول بأننا يجب أن نملك الحقائق وليس فقط المعلومات للمتلقي في هذه الحالة وهو القاري بينما ما تزال الصحافة في المنطقة ككل أسيرة القيود التقليدية أي بمعنى آخر سقف الحريات واطئ ومنخفض جدا وبالتالي تتناول المواضيع التي لا تخلق لها إشكالات كما يرى كثيرون هذه مسألة في غاية الأهمية الأمر الثاني أقول بكل موضوعية وأتحمل مسؤولية ما أقول بأن الإشكال في الصحفيين وليس في الصحافة إذا كانت الصحافة في أمريكا على سبيل المثال الورقية وولي ستريت جورنال واشنطن بوست نيويورك تايمز هي التي أسقطت دونالد ترامب فنتيجة ماذا؟ نتيجة العمل الاستقصائي صحفي واحد في الواشنطن بوست وهو بوب هدوارد بكتاب فير الخوف استطاع أن يؤثر على 27% من الناخبين في الولايات المتحدة لا يصوتوا لدونالد ترامب وبالتالي انتهت فترة دونالد ترامب بأنه لم يتم التجديد له وهذه حالة نادرة جدا في أمريكا لماذا؟ لأنه اعتمد عملا استقصائيا حقيقيا قدم جميع الحقائق للقراء سواء كانوا في الصحيفة أو عن طريق الكتاب الذي نشره إذن العلة في الصحفيين ما معنى ذلك؟ الصحافة هي التي تخلق المناخ الحريات ومناخ الحريات لا يمكن أن يهدى أو يقدم لهذه الصحف أو لهذه الصحفة الورقية على طبق من ذهب كما نقول ولكن هي التي تخلق ذلك لنعود إلى المغرب المغرب في الثمانينات وحتى نقول منتصف السبعينات كانت السقف الحريات صعب جدا وكانت هناك ظروف الكل يعرفها ولكن رغم ذلك استطاعت الصحافة نظرا لكفاءة الصحفيين ولإخلاصهم للمهنة أن تقدم الكثير جدا من العطاء بشأن تقديم الحقائق تدفق المعلومات تناول المواضيع التي هي فعلا كانت ربما بشكل أو بآخر يصعب ويتعذر تناولها بالتالي خلقت مناخ من الحريات واستفادت هي بالتالي من هذا المناخ ماذا أقول؟ أقول أنه لا بد من إعادة النظر في مسألة تكوين الصحفيين بعد عملهم أي الصحفيين بعد انتهاء المدة الدراسة وعندما يبدأوا يعملون لا بد من دورات تكوينية مستمرة ولا يقتصر الأمر على ما يتعلموه أو ما يضيفوه في الواقع لأنه يفترض أنهم يتعلموا في المعاهد وفي الكليات أصول المهنة وكل ما له علاقة بالمهنة وبالتالي عندما ينتقلون إلى العمل الميداني يكونوا قد راكموا فعلا تجربة معرفية ولكن هذه التجربة المعرفية يجب أن ترتبط بالتجربة العملية أي بالعمل الميداني هنا أتحدث عن دورات تكوينية مستمرة لأن مجال الصحافة يتطور بشكل غير عادي وهناك قفزات في العمل أنا أتكلم دائما عن المحتوى لا أتكلم عن الجانب التكنولوجي ولا أتكلم عن الجانب الإداري والمالي فبالتالي يجب أن يستمر عملية التكوين هذه مسألة في غاية الأهمية مسألة أخرى أيضا أقولها بكل وضوح القيادات التحريرية ما هي المعايير التي تجعل فلان في موقع قياد تحريري أو فلان ليس في ذلك الموقع أيضا هذا موضوع يجب أن يتم فيه النقاش بوضوح حتى نستطيع أن نحلل هذه الإشكالات المطروحة والتي تواجه الصحافة الورقية الآن مشاكل الصحافة الورقية إضافة إلى الطاقم الذي يعمل في هذه الصحافة هناك بالطبيعة الحال مسائل لا يمكن أن نتجعها المسألة الأولى هي تراجع سوق الإشهار هذا من جانب الجانب الآخر تراجع التوزيع بكيفية مهولة إلى حد أنه أصبحت الأرقام تنحدر ربما إلى أرقام لا يمكن أن تصدق الأمر الآخر ارتفاع تكلفة الإنتاج بمعنى آخر ارتفاع تكلفة الورق ارتفاع تكلفة الطباعة لماذا؟ لأن اللوبي في العالم الذي أصبح يناهض قطع الأشجار من أجل صناعة الورق اللوبي يتقوى ويتقوى بشكل كبير جدا وخاصة في دول التي هي منتج كبير للورق فنلندا على سبيل المثال هذه فعلا صعوبات تواجه الصحافة الورقية ولكن يجب علينا أيضا أن نشير إلى مسألة فيما يتعلق بالصحافة المغربية أن هناك الآن دعم ودعم كبير جدا للصحف أعطيكم على سبيل المثال معلومة أنا متيقم منها هذا الشهر وثلاثة أشهر رواتب الصحفيين في كل الصحف ستؤدى من طرف الدعم العمومي أي الدعم الذي تقدمه الحكومة للصحافة الورقية ثلاثة أشهر في يناير سيتم تقديم دعم كبير جدا لأن تم الزيادة فيه بقدر كبير جدا أيضا للصحف لا أود أن أتدخل في الكيفية التي تصرف فيها هذه المسائل لأن هذا أمر صراحة لا يعنيني ولا أود أن أتدخل فيما لا يعنيني ولكن المؤكد أنه الآن هناك دعم للصحف في هذا الصدد ولذلك أقول فيما يتعلق بالصحافة المغربية أقدم اقتراح في رأي أن هذا الاقتراح هو الذي يمكن أن يحقق الكثير وهي فكرة الصحيفة الهجين هذه الفكرة كالتالي تزاوج بين الصحيفة الورقية وبين الصحيفة الإلكترونية وموجود هذه الأمثلة موجودة في أوروبا وموجودة في أمريكا بمعنى آخر ترضي قارئ الورق التقليدي وفي الوقت نفسه تتواصل مع قارئ الصحافة الإلكترونية هذا هو الحل هذا هو الحل ما في ذلك شك وأنا أظن بأنه إذا جربنا هذا الحل سيؤدي ذلك بطبيعة الحال لا ننسى موضوع القيادات التحريرية والمسالة التكوين المستمر ولكن بالتأكيد سيقودنا إلى استشراف مستقبل يجعل الصحافة المغربية كما ازدهرت الصحافة الورقية والصحيفة الهجين في أوروبا وأمريكا أيضا ممكن أن يقود ذلك إلى ازدهار هذه الصحافة موسيقى